هذه الخطوة تعكس حقيقة الأمر وهي أن إيران قد استغلت الاتفاق النووي الدولي مع إيران لتكثيف جهودها في جوانب أخرى سواء التدخل في الشهود الداخلية للدول المجاورة أو تطوير برنامج الصواريخ الباليستية أو غير ذلك من الأعمال المخالفة للقانون الدولي والمخالفة لمثاق الأمم المتحدة ولذلك فإن إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ هذه الخطوة يعتبر تجسيدا لواقع الأمر وهو أن إيران فعلا ترتكب هذه الأعمال المخالفة للقانون